السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومعكم علي مير من دونة عربون ان شاء الله النهاردة الشباب هنتعرف مع بعض ازاي ان احنا نحزف الملف ويندوز اولد من السي وازاي ان احنا نحرر المساحة المستخدمة منه نتوفير مساحة للسي بطريقة سهلة وبسيطة كتير من انا حدث لويندوز عشرة سواء كان مع ويندوز سبعة او ويندوز تمانية طبعا يا شباب احنا لما بنحدث بالطريقة العادية الخاصة بويندوز مايكروسوفت بيكون عندنا ملفات من الويندوز السابق كمسال آآ ويندوز سبعة او ويندوز تمانية وده اكيد بيسيب مساحة بيعمل ضغط او وعملية ضغط على الكورس الصلب الخاص بينا وتحديدا براتيشن السي وفي الفيديو النهاردة ان شاء الله هنتعرف مع بعض ازاي ان احنا نحزف الملف ده بطريقة سهلة وبسيطة وهنتعرف على المساحة الخاصة بيه بعد الفاصل ان شاء الله تعالى ورجعنا تاني يا شباب وهنتكلم عن آآ ويندوز اولد او الملف ده ايه المشكلة اللي بيكون فيه او السبب منه الملف باختصار يا شباب هو زي نظام نسخة احتياطية للويندوز السابق عشان لو فيه اي مشكلة في الويندوز اللي موجود حاليا نقدر نسترجع الويندوز السابق سواء ازا كان تمانية او سبعة والملف ده بينتج عننا برضو لو احنا بنحدس اصدار من ويندوز عشرة بمعنى ان انا ظهر عندي اصدار كمثال احداشر واحد وخمسين ولو حدست للاصدار اللي هو ستاشر سبعة هيظهر عندي برضو الملف ده موجود زي ما هو طيب الملف ده مسحته كامل شباب هنخش هنا على ونتعرف مع بعض المساحة ادي الملف اللي احنا بنتكلم عليه ويندوز كليكي مين عليه او الخصائص وهنتعرف مع بعض الحجم الملف ده قدقين زي ما احنا شايفين مبدئين كده الملف عدد تمانية جيجا ممكن يوصل الملف ده لعشرين جيجا او تلاتين جيجا طبعا المساحة دي مساحة كبيرة جدا وبتعمل ضغط على السين وده بيأثر على تشغيل التطبيقات بشكل كبير زي مثال هنا كمسال عندي الويندوز ده متسطب على برتشن ميت جيجا المساحة الفاضية فيه اربعين جيجا دي طبعا نسبة كبيرة جدا معنا كده ان تقريبا الويندوز باخد ستين جيجا وده صعب ان يحصل تمام خلينا هنا لسه هو بيحسب الملفات كده عدد لخمسة عشر جيجا على عموم الملفات دي هتوصل لحوالي عشرين جيجا زي ما احنا بنتكلم طيب يا شباب احنا المطلوب مننا ازاي ان احنا نحزف الملف ده نقف هنا كده ونرجع تاني ده لو انا هاجي احزفه بالطريقة العادية اللي هو زي ما احنا شايفين هيقول له هل تريد مسحه وقول له نعم اريد مسحه زي ما احنا شايفين هنا كده هيبديني عدد ويفضل يعدي كده الى مالة نهاية طب ازاي ان احنا نحزفه يا شباب الفكرة سهلة وبسيطة ان انا هلغي هنا كده وهاجي هنا كده فاي مكان فاضي هنا وكليك يمين واختار الخصائص طبعا لما يكون على سي كليك يمين واختار الخصائص هتزهر للقائمة دي الخاصة بي او ان انا ارجع خطوة واحدة واجه هنا كده على سي منبرة وكليك يمين عليها واختار الخصائص هيجي قدامي هنا كده زي ما احنا شايفين القائمة دي تفتحت هنختار هنا ديسك كلين اوب ديسك كلين اوب هنضغط عليها ضغطة واحدة هيقوم هنا بعملية مسح الشامل للملفات اللي موجودة او اللي ما تمش استخدامها. زي ما احنا شايفين هنا كده. زي ما احنا شايفين هنا كده. زي ما احنا شايفين هنا هو هنا بيبحث عن او آآ الملفات الاخطاء اللي موجودة في الويندوز. زي ما احنا شايفين هنا كده يا شباب. هو بيعمل عملية بحس عن الملفات اللي آآ ما تمش استخدامها. او ملفات الاخطاء. وطبعا دي تقارير بيتم حفزها في الويندوز اللي يرجوع اليها من طرف مايكروسوفت. طبعا العملية دي ممكن تاخد وقت. احنا هنحاول نجر الوقت شوية لغاية ما ننتهي منه. بعد الانتهاء من البحث هزهر لنا القائمة دي زي ما احنا شايفين هنا كده. هزهر لنا هنا الواجهة دي. تمام زي ما احنا شايفين. هنقوم باختار هنا. هندوس هنا يا شباب على الاختيار ده. هيقوم بعملية بحس تاني. زي ما احنا شايفين هنا. وخلونا يا شباب نركز هنا ان هنا 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 المساحة الفاضية اربعين جيجا بايت المساحة الفرغة او الفاضية اللي موجودة عندنا اربعين جيجا بايت. هنشوف ان شاء الله المساحة بعد الانتهاء من حسف الملف ويندوز وطبعا ده يا شباب الملف ده مهم جدا لو انت مش عاجبك النسخة دي وعاوز ترجع الاصدار اللي كان قبل كده سوا ويندوز تمانية او ويندوز سبعة. لكن فحالتنا دي احنا هنستمر على ويندوز عشرة ما فيش مشكلة. فخلاص يا شباب انا همسح الملف ده اول ان احنا هنقوم بحسفه عشان نوفر المساحة الخاصة بنا. هنقوم بتسريع الفيديو لحين الانتهاء. وزي ما احنا شايفين هو هنا دلوقتي بيعمل عملية بحس للاصدار السابق من الويندوز. تمام يا شباب بعد الانتهاء من البحس زي ما احنا شايفين هيظهر هنا قدامنا. اختيار ما كانش موجود قبل كده. اللي هو بري فيو ويندوز انستولوشن. هنقوم بعملية التأشير عليه من امامه. هنعمل علامة صح قدامه كده على المربع زي ما احنا شايفين. هنا كده مجموع الملفات. طبعا زي ما احنا شايفين هنا كده المساحة الخاصة بي اربعة وعشرين تقريبا ونص جيجا بايت. طبعا دي مساحة كبيرة وممكن ان احنا نستفاد بها بحاجة تانية على الويندوز. هنضغط هنا كده على اوك. هيظهر لنا يعني هيقول لك انت متأكد ان انت عاوز تمسح الملفات دي. هقول له زي ما احنا شايفين هنا كده هو كده بيقوم بعملية المحوة الخاصة بالملفات دي. والحسف. طبعا الشباب دي رسالة تحذير آآ المقصود منها نخلي بالك ان انت كده لو مساحة الملفات دي مش هتقدر ان انت تسترجع الويندوز السابق ليك. سواء ازا كان ويندوز سبعة او ويندوز تمانية. في حالتنا هنا يا شباب هندوس ياس لان احنا خلاص احنا مستمرين على ويندوز عشرة. وبنصح الكل ان هو يستخدم ويندوز عشرة لان هو ده الويندوز اللي هيكون مدعوم من ويندوز مايكروسوفت. احنا بنمشي لقدام مش بنرجع لورا يا شباب. هنضغط هنا على ياس. زي ما احنا شايفين كده هو دلوقتي بيقوم بعملية الحسب من الملفات دي. حسب الملفات من على السي والهارد بتاعنا. ننتظر ان شاء الله بعد الانتهاء. بعد الانتهاء من عملية الحزف نقوم بالضغط على اوك. فقط كل المطلوب مننا ان احنا نقوم بعملية تحديث للويندوز. زي ما احنا شايفين هنا كده. تم اضافة المساحة اللي هي اربعة تقريبا اربعة وعشرين جيجا. واصبح دلوقتي ان المساحة الفريغة حوالي تمانية وخمسين جيجا. او ما يعادل عشرين جيجا تم محوهم. زي ما شفنا يا شباب طبعا المساحة دي كلها كانت موجودة في ملف اللي هو ويندوز اولد. وطبعا احنا ما كناش بنستخدمه. احنا كده المساحة دي هتريح معنا الخاص بالسي. حتى في الاستخدام الخاص بي. وطبعا بامكان ان احنا نستخدمه في اي حاجة تانية كمثال ملفات اللي بنحطها على سطح المجدد. ان شاء الله الشرح يكون بسيط وسهل لنا وليكم. ما تسلسوناش يا شباب اللايك والشير لو الفيديو عجبكم. والاشتراك لو كان ديه اول مرة تتابعونا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.